الجهاز العصبي للجلكي Nervous System of Petromyzone يتكون الجهاز العصبي بشكل أساسي من المخ والذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي المخ الأمامي 4-brain والمخ المتوسط mid-brain والمخ الخلفي hind-brain المخ الأمامي يتكون من سرير المخ dyencyflon يمتد للأمام مكوناً نصف الكرة المخية cerebral hemisphere حيث إن كل نصف كرة مخي يتكون من فص شمي خلفي صغير أو factory lobe وبصلة شمية أمامية كبيرة factory bulb وعلى سطح الظهري لمنطقة سرير المخ يوجد عقدتان عصبيتان neural ganglia يمنى ويسرة كما تتصل العين الصنوبرية اليسرة بعين صنوبرية pineal eye عن طريق عنق أما على سطح البطني لسرير المخ فتوجد الغدة النخامية pituitary gland والتي تتصر بالقمع المخي infant berlim المخ المتوسط يتكون من فصين بصريين opticlobes غير منفصلين على سطح الظهري شبكة من الأوعيات الدموية تعرف بالضفيرة المشيمية الوسطى middle cryoplexus المخ الخلفي يتكون من مخيخ cerebella صغير والنخاع المستطيل medella oblongita حيث يوجد على النخاع المستطيل تجويف البطين الرابع وهو مغطا بغشاء دموي يعرف بالضفيرة المشيمية الخلفية posterior cryoplexus وأخيرا يمتد النخاع المستطيل إلى الخلف ليكون الحبل الشوكي spinal cord ترجمة نانسي قنقر